السلام عليكم ورحمة الله وعزائي الطلاب مرحبا بكم في محاضرة جديدة نتحدث فيها عن حذف الضمير العائد المرفوع في جملة الصلة ما المقصود بالضمير العائد أولا؟ الضمير العائد هو الضمير الرابط الذي يربط جملة الصلة أي الجملة التي توضح معنى الإسم الموصول هذا الضمير يربط الجملة بالإسم الموصول وقلنا يكون هذا الضمير مع الأسماء الموصولة النص يوافق الضمير يوافق الإسم الموصول في النوع والعدد فقد يحذف الضمير إذا كان مرفوعا نتحدث في هذه المحاضرة عن الضمير المرفوع لأن الضمير المنصوب له حالة أخرى وكذلك المجرور يجوز حذف الضمير الرابط أو العائد على الإسم المنصول المرفوع بشرطين الشرط الأول أن يكون هذا الضمير مبتدأ الشرط الثاني أن يكون خبره مفردا أن يكون الضمير مبتدأ وأن يكون خبره مفردا أي ليس جملة ولا شبه جملة ومن ذلك قول الله تعالى وهو الذي في السماء إلى الإسم الموصول هنا الذي وأين جملة الصلة جملة الصلة تتضح هنا فكلمة أله إله خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو إله أي التقدير هو الذي في السماء هو إله الذي في السماء هو إله فحذف هنا من سياق الآية المبتدأ مرفوع مبني في محل رافع وخبره مفرد ليس جملة ولا شبه جملة وهو الذي في السماء إله أي هو إله أي هو معبود فصح هنا حذف الضمير العائد وهو هو لأنه مبتدأ وخبره مفرد طيب لو كان لو خالف الضمير العائد على الإسم الموصول خالف أحد الشرطين لا يحذف فإن كان العائد غير مبتدأ بأن كان فاعل مثلا نحو عضرة اللذاني تبرع ألف الاثنون هنا فاعل تبرع بالمال فلا تحذف الألف لأنها فاعل ممتاز وإن كان العائد مبتدأ لكن خبره جملة وليس مفرد كما ذكرنا في الشرط السابق نحو جاء الذي هو أخوه ناجح أخوه ناجح أخوه مبتدأ ثاني وناجح خبر والجملة هذه كلها خبر المبتدأ الأول ولكنها هنا جملة اسمية لا يصح لا يصح أن يُعذف هذا لماذا؟ لأنه لو حذف لتبادر إلى ذهن السامع عدم الحذف يعني أنه في الشيء محذوف لوجود ضمير آخر يعود يصلح أن يكون عائدا فلو قلنا مثلا جاء الذي أخوه بحذف هو وقلنا بهذه الطريقة وقلنا جاء الذي أخوه ناجح لتبادر إلى الذهن أن الجملة أخوه ناجح هي جملة الصلة بدون هو فهنا لا يصح لأن هنا جملة الصلة تبدأ بمبتدأ وخبره جملة ولكنها ليس ليس مفردا قد يكثر يعني هذه على الجواز يجوز يجوز أن يُعذف العائد العائد المرفوع كما قلنا بشرطين ولكن من حالات الجواز هذه قد يكون هناك حالات أكثر يكثر فيها الحذف في الضمير المرفوع وذلك يكثر هنا لا يكثر حذف الحائد كثيرا إلا إذا طالت جملة الصلة يعني طالت جملة الصلة أي لم تكن مقصورة على الضمير فقط وخبره المفرد يعني لم تكن مقتصرة على المبتدأ والخبر فقط وإنما كانت هناك مكملات للجملة كالمفعول به والمضاف إليه والجرم المجرور إلى غير ذلك هذه من مكملات الجملة فإن كانت في الجملة مكملات مثل هذه وكان المبتدأ مفرد وكان المبتدأ ضمير والخبر مفردا هنا إن كثرت المكملات يكون هناك كثيرا في كلام العربي أن يحذف هذا الضمير الرابط نحو قولك جاء الذي جاء الذي هذا الذي هو الاسم المنصون هو هذا الضمير الرابط فاعل هو الخبر خيرا مفعول به كثرة هنا جاء مفعول به زائد من المكملات فيحصن هنا حذف الضمير الرابط لطول الصلة بالمفعول به فيحصن بك أن تقول جاء الذي فاعل خيرا لماذا؟ لأن في مكملات هنا للجملة فهنا يحسن الحذف لكن تخرج من هذه القاعدة تستثنى من هذه القاعدة إذا كانت جملة الصلة المنصول للإسم المنصول أي لماذا؟ لأن أي ملازمة دائما للإضافة لفظا أو تقديرا فتحتاج إلى مكملات غصبا عنها هكذا صيغتها في اللغة العربية لا تأتي إلا مضافة إلى ما بعدها والمضاف إليه من المكملات فأغنى ذلك عن اشتراط صول الصلة لأنها هي تحتاج دائما إلى مضاف إليه إلى مكملات فهي تستثنى من هذا الشرط الذي يشترط في الضمير العائد المرفوع الذي يكثر فيه حذف الضمير الرابط إذا كان معه مكملات بذلك ننتهي من الحديث عن حذف الضمير العائد المرفوع نتحدث في محاضرات قادمة عن الضمير العائد المنصوب إن شاء الله تعالى ترجمة نانسي قنقر